موسيقى في زيارةٍ رسمية الرئيس صالح يتوجه غداً الى تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية في لقاءٍ بينهما صالح وعبد المهدي وكدان على ضرورة استكمال الكابينة الحكومية نائبٌ عن تحالف البناء يؤكد عدم التوافق الى الان على مرشحي الوزارات المتبقية والخارجية النيابية تكشف عن توجهٍ لإسقاط كافة الجنسيات المكتسبة للمسؤولين موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الى نشرة الاخبار من قناة سام الراح اياكم الله اعلن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاربعاء عن جدول اعمال زيارته الرسمية الى تركيا المقرر اجراؤها يوم غدٍ الخميس تلبيةً لدعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي بحسب البيان ان رئيس الجمهورية سيجري مباحثاتٍ رسميةٍ مع نظيره التركي وكبار المسؤولين الاتراك لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة واضف ان الرئيسين سيبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الساحتين الاقليمية والدولية وتوحيد الرؤى والافكار بشأنها واتبع ان زيارة الرئيس صالح تأتي استكمالاً للزيارات التي قام بها سابقاً لعددٍ من الدول العربية والاقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والاقليمي وتعزيزٍ لدوره ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة بحث رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم مع رئيس الحكومة عادر عبد المهدي اخر مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد فيما اكد الجانبان على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية وذكر بيانٌ رئاسي تلقت قناة سمراء نسخةً من انه جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية وتأكيد موقف العراق الثابي اتجاهها واضف انه تم بحث اهدافٍ وطبيعة زيارة رئيس الجمهورية للتركيا يوم غدٍ الخميس واستعرض الجانبان بحسب البيان البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية وضرورة دعمه وانجاهه واكداء على اهمية استكمال التشكيلة الوزارية فيما دع صالح في ختام البيان إلى ضرورة تحقيق ما يصب إليه المواطن من تحسين القدمات وتوفير فرص العمل مشدداً على توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم بين القوى السياسية اكد نائبٌ عن تحالف البناء عدم وجود اي توافقٍ او اتفاقٍ بين الكتل السياسية بشأن الوزارات الثلاث المتبقية الداخلية والدفاع والعدل ورجح الوصول الى توافقاتٍ خلال الايام المقبلة لحسم التصويت عليها بجلسة البرلمان المقبلة وقال النائب عامر الفايز ان الوزارات الثلاثة المتبقية وهي الداخلية والدفاع والعدل حتى اللحظة لا يوجد عليها توافق او اتفاق بشأن مرشحيها من قبل الكتل السياسية وبيّن انه بالرغم من اسقاط مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربة بالجلسة الاخيرة للبرلمان لكن حتى اللحظة لا يوجد اسم مرشح مطروح وعليه توافق سياسي دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل عبد شنين الاربعاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الموافقة على استقالة وزيرة التربية شيماء الحيالي وقال شنين انه من الضروري على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الموافقة على استقالة وزيرة التربية شيماء الحيالي بعد ثبوت عمل شقيقها مع داعش واضاف ان البرلمان والشعب العراقي يرفضان هكذا شخصيات وبيّن ان العراق اليوم يحاول النهوض والاستقرار ولا يريد عودة الارهاب الى اراضيه من جديد على حد قوله اكد عضو لجنة النزاه النيابية صباح العقيلة اليوم ان لجنته لم تباشر عملها بشكل رسمي مشيرا الى وجود اصرار من جميع اعضاء اللجنة بشأن طرح ملفات الفساد وتقسيم اللجنة الى لجان فرعية وقال العقيل ان عدد ملفات الفساد وملفات هدر الاموال العام تقدر باكثر من 13 الف ملف لم يحسم امرها بسبب الضغطات والتدخلات السياسية واضاف ان لجنته لم تباشر عملها لغاية الان وفي حال المباشرة سيتم تقسيم المهام والعمل على طرح جميع الملفات داخل اللجنة مؤكدا ان من اولويات عمله النظر بالجداول حول الملفات داخل اللجنة المحالة منها والملفات التي لم تحال الى القضاء وهيئة النزاها اذا وكشفت هيئة النزاها ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اول من افصح عن ذمته المالية في عام 2019 وقال دائرة الوقاية في الهيئة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اول من افصح عن ذمته المالية للعام الجديد الحالي واكدت الدائرة تسلمها استمارة الذمة المالية الخاصة برئيس الوزراء وتسجيلها كاول استمارة للافصاح عن الذمة المالية بهذا العام وابينت انها قامت بتدقيق الاستمارة وتسجيلها كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رامي سكيني عن وجود توجه داخل لجنته لاسقاط الجنسية المكتسبة عن كافة المسؤولين ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة وقال سكيني ان هناك توجها داخل لجنة العلاقات الخارجية النيابية لاسقاط الجنسية عن جميع المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة مستهجنا تمسك المسؤولين بالجنسيات الاخرى وعدم احترام الجنسية العراقية والتمسك بها اصدر مكتب رئيس الاتلاف النصر حيدر العبادي توضيحا بشأن منزل الاخير وما رفقها من تدعيات مشيرا الى وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا بعيدة عن الحقيقة وقال المكتب في بيان انه في يوم الاربعاء الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء باغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه السيد حيدر العبادي سكنا له مبينا انه قام بالاتصال بمكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وابلاغه انهم يستفسرون عن الامر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح واضاف ان العبادي رفض اي تصعيد وانه سلم المواقع بطريقة سلمية وانه ينهي تسلم اخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الاجراءات لافتا الى انه تفاجأ من هذه التصرفات اكدت لجنة الخدمات النيابية انها عاكفة على تشريع جملة من القوانين المهمة خلال الجلسات المقبلة مشيرة الى ان ابرز القوانين التي سيتم تشريعها داخل مجلس النواب هو قانون توزيع الاراضي على الفقراء والمحتاجين وقالت عضو اللجنة سناء الموسوي ان لجنة الخدمات في مجلس النواب ستناقش طرح عدد من القوانين من بينها قانون توزيع الاراضي وقانون تمليك الاراضي الزراعية واضافت الموسوي ان اللجنة ستقسم الى ثلاثة لجان فرعية وكل لجنة ستأخذ على عاتقها متابعة القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة بينا عضو مجلس النواب عن محافظة ديالة احمد الجبوري ان اكثر من 70% من اعضاء البرلمان عازمون على ايقاف عمل مجالس المحافظات لحين موعد اجراء الانتخابات المحلية يعني عمل مجلس المحافظة حقيقة هو يعني عضو مجلس المحافظة عبارة عن عقد بينه وبين المواطن لمدة اربع سنوات بالتالي هذه المدة انتهت من الناحية الدستورية والقانونية مجلس النواب اعطى في الفترة الماضية فترة تمديد لمجالس المحافظات لكن الان اكثر من 70% من مجلس النواب حازم على ايقاف عمل مجالس المحافظات حتى اجراء اكد عضو مجلس محافظة البصرة غانم حميد عن عدم حسم المحافظ اسعد العيداني موقفه بشأن ذهابه الى الفرلمان من عدمه وشيرا الى ان العيداني بانتظار توافق سياسي قبل الاستقالة من الفرلمان وقال حميد ان محافظة البصرة اسعد العيداني ابلغه بعدم حسم موقفه لغاية الآن بشأن بقائه في منصب المحافظ أو مجلس النواب وأضاف أن العيدان ينتظر تبلور موقف سياسي خاص من الكتل السياسية في البصرة قبل تقديمه الاستقالة من مجلس النواب وبينا أن مساعي إقالته من منصبه كمحافظ باتت صعبة في ظل عدم توافق على شخصية بديلة الزهري يعلنوا افتتاح عدد من الطرق المغلقة في بلد والضعوية والدجيل وسامراء أنا عائد إلى هذه المدينة وانتظررت أن تذروا دعب الحكومة أو المنظمات الدولية لإعادة إعمار هذا البنس هذا ما خلف داعش هذا تعب السنة والدولة وهذا ما خلف الحمد لله والشوف رب العالمين المهان ترجعنا إلى البيت أخبار بلا أسرار أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة العدل اليوم عن العدد الكلي للمطلق سراحهم من كافة السجون التابعة لدائرة الإصلاح العراقية لعام 2018 وقالت الوزارة أن العدد الكلي بلغ 6115 نزيلا بينهم 553 نزيلة من ضمنهم 1367 مشمولون بقانون العفو العام حيث قطعت أو قطعت دائرة الإصلاح العراقية أشواطا كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الألكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المتهية أحكامهم القضائية بما يساهم بحسم ملفاتهم وفقا للمدد القانونية المحددة لإطلاق سراحهم افتتح الصباح اليوم الأربعاء محكمة بدأت بيجي بعد إغلاقها لأكثر من أربع سنوات بسبب احتلال داعش للمدينة وما صاحبها من عمليات تحرير وتطهير وقال مصدر أن جميع دوائر الدولة الخدمية والصحية والتربوية والأمنية وغيرها في قضاء بيجي تمت إعادة العمل فيها وتقديم خدماتها لمواطني القضاء ولفت إلى أن اليوم جرى افتتاح محكمة بداءة بيجي بعد إعادة تأهيل وترميم بنايتها والتي تعد آخر دوائر الدولة العائدة إلى ممارسة عمالها في المدينة بمناسبة الذكرى الثامنة والتسعين على تأسيس الجيش العراقي الباسل والموافقة السادس من كانون الثاني تتقدم عمادة كلية الإسراء الجامعة بتدريسها وموظفيها أو بتدريسيها وموظفيها بحر تاني والتبركات إلى كافة أبناء جيشنا البطل من ضباط ومراتب فصاحة الشخص العراقي تبقى كل الكلمات عقيمة وعاجزة عن وصف الدور الكبير والعظيم الذي قدمه أبناء القوات المسلحة للذود عن أرض وعرض هذا الوطن العظيم العزيز تبقى هذه الكلمات عاجزة عن وصف تلك اللوحة التاريخية وهذا المجد المشرق الذي حافظ على العراق وأرض العراق وعرض العراق فمبارك لجيشنا في أيام عيده الأغر ونتمنى من الله الأمن والأمان والسلام لبلدنا العزيز ودوام التوفيق والانتصار لجيشنا المقدام بعون الله تعالى بروح مفعمة بالحب والتقدير أتقدم إلى أبناء جيشنا الباسل بحر التهاني والتبركات مناسبة الذكرى الثامنة والتسعين لتأسيسه الجيش الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تربة العراق الطاهرة من براثن الكفر والإلحاد المتمثلة بتنظيمها أحب العراق يفخر بجيش العراق اللي ينتصر ودحر الإرهاب بأرواح الضفحية كل جنودنا الأبطال اللي يتصروا على هاي المهنة شكرين كل الأرواح اللي ضحت والأبناء اللي تيتموا نبارك ونهني قواتنا الأمنية ونشكر جهودهم والمبذولة من خلال تم تحرير المناطق المختصبة ويوم مبارك إليهم إن شاء الله والله يرحم شهدائنا الأبطال طبعا أحب أشكرهم على ما قدموا من تضحيات وأحب أهنيهم بمناسبة تأسيس الجيش العراقي اللي هو ستة قانون ويا ربي يحفظهم ويخليهم سور للوطن أحني الجيش العراقي بمناسبة يوم تأسيسه كل عام وهم بألف خير ويا ربي يحفظهم ويطول عمرهم الأبطال وطبعا أدعي ربي أنه ينصرهم نهني الجيش العراقي بمناسبة ستة قانون عيدهم الأغار ونشكرهم على ما قدموهم من تضحيات من أجنة لولاهم ما كان نسحنا عايشين ما كان نسحنا داوم كليات وعايشين حياة مدنية مشكورين شكرا للجيش العراقي نهني الجيش العراقي بمناسبة تأسيس الجيش العراقي نشكرهم على التضحيات اللي هو وحقيقة نسحنا نقول مقصرين لهم ومناسبة عيدة أكد قائد عمليات ديالة اللواء الركن عبد المحسن العباسي اليوم عزب القيادة على إنهاء خلايا داعش في بساتين الوقف شمال شرقي المحافظة فيما أشار إلى إن تلك المناطق تشكل مصدر قلق للقيادة وقال العباسي إن قوات أمنية مشتركا طلق الصباح اليوم وبإشراف مباشر من القيادة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في مناطق وبساتين المخيسة ضمن الوقف شمال شرقي ديالة ومسحها بشكل جيد أفاد مركز الإعلام الأمني بتدمير أوكار لعناصر تنظيم داعش بإسناد طيران الجيش بعملية تفتيش في محافظة كاركوك وقال مركز الإعلام في بيان إن قطاعات الشرطة الاتحادية ضمن عملية محافظة كاركوك نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وقرى شرق المحافظة بالإضافة إلى مركزها وأضاف إن العملية أسفرت عن العثور على سلاح كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد ومائة وخمس وثلاثين إطلاق والقبض على اثنين من المشتبه بهم حيث تم تسليمهما إلى الجهات ذات العلاقة أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو اليوم أن الكتل السياسي في مجلس النواب لديها شعور متنامي بإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة بسبب وجود قلق شديد لدى العراقين بتزايد أعداد القوات في القواعد العسكرية العراقية وقال القدو أن مجلس النواب عازم على إعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع مع الجانب الأمريكي وذلك لوجود شعور متنامي لدى جميع الكتل السياسية بشأن تعديلها أو إلغائها رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كاركوك نعيم القعود النمراوي كشف أن الرتل الأمريكي المحمل بمعدات عسكرية والذي وصل إلى المحافظة في وقت سابق من اليوم دخل عن طريق المحافظات المجاورة للأنبار وقال النمراوي أن الرتل الأمريكي الذي وصل إلى الأنبار دخل عن طريق المحافظات المجاورة لها ومن مناطق صحراوية كبيرة من دون علم الحكومة المحلية وعملية وصول هذه الآليات وحركة القوات الأمريكية من دون وصول أي برقية إلى أمنية المحافظة حول موضوع دخول هذه الأرتل إليها أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم سجين هارب وقالت القيادة أن قوات الأمنية في اللواء الخامس شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم ضمن منطقة الشعلة هارب من سجن بادوش محكوم عليه بالسجن وبحوزته ممستمسكات مزورة كما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن محيط وزارة النقل والجامع التكنولوجية وسط العاصمة فيما أشارت إلى فتح شارع حيوي بمنطقة العظمية وقال رئيس أركان قيادة عمليات بغداد اللواء ركن حامل جار الله اللامي أن قيادة العمليات تنفذ حملة لرفع كافة الكتل الكونكريتية عن المؤسسات الحكومية والجامعة في العاصمة مبينا إن قوة من الجهد الهندسي رفعت اليوم الكتل عن وزارة النقل قرب شارع القناة في بغداد والجامعة التكنولوجية بمنطقة الصناعة بالكرادة أعلنت قيادة عمليات سامراء تنفيذ عمليات استباقية استمرت 15 يوما لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية أسفرت عن اكتشاف عدد من المخابئ للإرهابيين والمضافات وعمليات أخرى بالتعاون مع استخبارات صلاح الدين أسهمت بفشل محاولات الإرهابيين لزعزعة أمن المحافظة كذلك قيادة عمليات سامراء نفذت خطة عمليات استباقية لمدة 15 يوم من خلال مواردها من أبطال الجيش العراقي والشرطة الاتحادية المتمثلة بلواء المغاوير قيادتنا والفرقة الرابعة شرطة الاتحادية ولواء 17 شرطة الاتحادية ولواء 13 شرطة الاتحادية ولواء الخامس شرطة الاتحادية وأقسام الشرطة وأفواج الطوارئ التي تعمل ضمن نظام شرطة محافظة صلاح الدين والمحافظات الوسط والجنوب التي تم تخصيصها لدعم قطعات القيادة في معركتها ضد الإرهاب أو في عمليات حماية البنى التحتية وفرص سلطة القانون أسفرت هذه العمليات على اكتشاف عدد من المخابئ والمضافات والتي تم حرقها ومطاردة العداء بها وكذلك تم الاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة والتي تم تثبيتها بالموقف كذلك نفذت القيادة بعض العمليات النوعية وبالتعاون مع استخبارات وإرهاب صلاح الدين من خلال أبطال أقسام استخبارات الداخلية العامين ضمن مراكز لقضية والنواحي وبالتعاون مع استخبارات قيادتنا من خلال مجموعة الدعم الاستخباري ومن خلال معلومات كبيرة وواسعة ودقيقة أتت من الوكالات الاستخبارية ومدرية الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني أسفرت عن حقيقة إفشال عدد من المخططات اللي كان من المؤمن العدو يتحرك بها من خلال القيام ببعض العمليات الإرهابية وبدون خسائر وتم توثيق ذلك من خلال رفعها في المواقف اليومية والمواقف وعن فتح طرق ورفع عدد من نقاط التفتيش أعلن قائد عملية سمراء اللواء الركن عماد الزهري انتهاء العملي بعد توفير الكاميرات في مناطق بلد والضلوعية والدجيل وحسم 85% من شوارع مدينة سامراء استطاعت هذه القيادة من إعداد خطة لموضوع فتح الشوارع ونجحنا بشكل كبير في حسم هذا الملف في قضاء بلد والدجيل والضلوعية ونجحنا في حسم أكثر من 85% إلى 95% في سامراء الشوارع المتبقية الفرعية البسيطة هي تعتبر نوع من النوع الدفاع السلبي واللي راح يتم حقيقة تكليف الأخ عميد جبار ولجنة مشتركة من القيادة في عملية إعداد دراسة كاملة لرفحها في حالة توفر الموارد البشرية اللازمة أو توفر بعض الموارد الخاصة بالكاميرات وبالتعاون مع العاملين ضمن المقر المسيطر وأعتقد لنا ثقة كبيرة ونجحنا في إعداد عدد من الخطط وتم فتح حقيقة عشرات الشوارع للمعلومات للمواطن في سامراء هناك سبع شوارع رئيسية تجارية تبلغ من 100 متر إلى 800 متر وجميعها مفتوحة ولا يوجد فيها أي مشاكل كذلك يوجد أكثر من 12 إلى 15 طريق رابط بمسافات من كيلو إلى كيلو مترين وهي مفتوحة أغلبها ولا يوجد فيها سيطرات وأنها مرابطات للمراقبة أغلب القطعات الأمنية من أهالي مدينة سابراء من قسم شرطة سامراء وفوش طوارس سامراء صلاح الدين السادس وهذا دليل على التفاعل كبير لأبناء البلدة في أن يكون جزء من المعادلة الأمنية كذلك هناك تعاون كبير مع شيوخ العشائر أكد رئيس مهندسي أقدم فرع المنتجات النفطية عبد الكريم عبد جاسم أن تأخر عودة بعض الأسر النازحة تسبب بإسقاط حصة تلك العائلات من التوزيع المنتجات النفطية فيما كشف توزيع أكثر من 90% من حصص المواطنين حقيقة وزعنا تقريبا 90% أو أكثر من 90% من البطاقة الوقودية الذكية للمواطنين سقط عندنا 5500 عائلة من العوائل النازحة ليس بسبب العمل وإنما بسبب تأخر رجوعهم إلى المحافظة عالجنا هذه الحالة بشكل سريع بفترة لا تتجاوز الأسبوع والعشرطة أيام تم توزيع البطاقات الذكية عليهم الوقودية لنفط الأبيض لكافة العوائل وتجاوز النسبة التوزيع 90% فجاوزنا هذه المرحلة وخطتنا خطة جديدة لعام 2019 أنه ماكو عائلة من العوائل ما تأخذ حصتها من النفط الأبيض وفق بطاقة ووقودية ذكية استناد التوجيهات السيد مع الوزير وسيد المدير عام توزيع المنتجات النفطية ورعاية أيضا توجيه السيد المدير هي توزيع المنطقة فيما كشف جاسم لتصريح لقناة سامران أن خطة الفرق خلال العام الحالي الجديد عملت على تحسين آلية توزيع المنتجات النفطية على المواطنية بشكل إنسيابي وفق البطاقة الوقودية النفطية خطتنا عام 2019 أنه كافة العوائل تأخذ على ضوء بطاقة وقودية ذكية يستلم بها من خلال برنامج ألكتروني يوضع في كل محطات التعبية كل محطات تعبئتنا ومن أي محطة يرغب الاستلام منها وفق هذه البطاقة الذكية وباركود يقرأ الجهاز بالنتيجة أنه يستلم حصة كاملة وبشكل دقيق ولا يمكن أنه تلعب بهذه البطاقة أو بحصة المواطن وهذا قضاء الفساد اللي ممكن أنه قد كان سابقا أو يحصل قد يحصل بهذا الاتجاه قطعا لهذا الاتجاه من جهته كشف مدير الشعب النفطية في سامراء المهندس محمد الوطني السامراء توزيع 42 ألف بطاقة تموينية لحد اللحظة موضحا أنه بات من الممكن للمواطن استلام حصته من الوكيل المجاز بالإضافة إلى وجود صندوق للشكاوي أو للشكاوى حول الأسعار وآلية التسليم حقيقة هنا عملنا بالبطاقة الوقودية اتداءا من الموسم الجديد اللي هو بداية يوم 15 عشرة 2018 وبواقع 130 طبعا لكل عائلة وزعنا ما يقارب 42 ألف بطاقة تموينية على العوائل الموجودة في سامرة ولازمنا مستمرين بالتوزيع توزيع السنة هاية نسيها بيتها عالية جدا ما عندنا إشكالات المواطن يقدر يوصل بنفسه إذا كانت عنده سيارة ويستلم منتوجه موجب بالبطاقة ويقدر ينطل للوكيل المتجول الرسمي المجاز من قبل الشركة ويوصل للنفط للبيت يوجد صندوق للشكاوي في أي محطة فيما يخص آلية الاستلام أو السعر وزعنا أكثر من 86% من المواطنين طبعا 14% الأخرى هي المواطن ما جستلمها لهذا بقت خزنات المحطات إذا كانت حكومية أو أهلية واعتبرت مدور عليهم لشهر القادم فيما يخص الإشكالات التي تحدث عند التجهيز نحن نشيد بالمواطن أن يتصل بالشعبة النفطية الموجودة بمجمع الدوائر مقابل المجلس البلدي أو يتصل على الهاتف أو يتصل على قناتكم للموقرة الفضائية أو لمعالجة أي إشكال بشكل سريع يعني في المحطات الوزارة النفط يعني متعاقدة ويا كل المحطات ومن ضمن بنود العقد شرط التسعير يعني مشيد مال المحطة صاحب المحطة الأهلية يبيع بالسعر الرسمي لإتقرر الدولة من قبل مجلس الزراعة وزارة النفط والسعر الرسمي للتر النفط هو 150 دينار المجلس البلدي إلى صلاحية تحديد أجرة نقل هذه الكمية إذا كانت عن طريق الباع المتجول حدد خمسة آلاف دينار للوجبة للكمية للحصة النفطية التي هي 103 توصل من المحطة إلى بيت المواطن ها في حال إذا هو رغب أن ينطيها للوكيل وتجول ما يروح يستلم بنفسه افتتحت دائرة صحة محافظة البصرة مركز الحقوق التخصصي في مستشفى الفيحاء وسط المدينة بسعة 50 سريرا وذلك بعد إنجازه بكلفة بلغ 6 مليارات و800 مليون دينار ضمن مشاريع تنبية الأقاليم من أجل تطوير واقعها الصحي وخدمة مواطنية المدينة دائرة صحة البصرة تفتتح مركز الحروق التخصصي في مستشفى الفيحاء العام المركز مجهز بأجهزة متطورة وحديثة ستخفف من حالات مرضى الحروق في المدينة مركز الحروق التي تم افتتاحها هذا اليوم يشكل نقلة نوعية في تطوير المراكز الصحية التخصصية في المحافظة طبعا نحتاج إلى عدة مراكز عندنا مراكز تخصصية اليوم يضافي لهذا المركز الجديد أيضا نحتاج إلى مراكز أخرى تحتاج إلى إنشاء كمركز علاج الإدمان وأيضا مركز مكافحة المخدرات افتتحنا هذا المركز الجديد اللي يحتوي على 48 سرير بصفات عالمية منها العناية المركزة اللي يكون المرافق خارج غرفة المريض ويكون هناك وحدة منادات ومراقبة خارج الغرفة بالإضافة إلى وحدات الأوكسجين والفاكيوم مركز الحروق التخصصي في مستشفى الفيحاء وسط المدينة الذي يسع لخمسين سريرا بكلفة بلغت أكثر من 6 مليار دينار سيكون جاهزا لاستقبال حالات الحروق من المحافظة والمحافظات الجنوبية الأخرى بكلفة بقليل من 7 مليارات وتأخر بسبب الظروف اللي العراقين يعرفوها كلهم توقف المشروع ويعد العمل به مؤخرا وأكمل حاليا نحن بصدد بستاحة إن شاء الله بس يعقم ويفتتح نقل المرضى إلى هذا المركز وتم استيناف المشروع قبل فترة وجيزة وتم المباشرة بالعمل بكوادر الشركة وتم نجاز العمل طبعا على نفقة من حساب الشركة ولا يمكن صرف أي مبلغ عن الأعمال النهائية المشروع على الرغم من افتتاح هذا المركز باتت الحاجة ملحة لإنشاء مراكز تخصصية عالمية جديدة في المدينة تعنا بتأهيل مرضى الإدمان وأخرى مماثلة لها في أمراض أخرى للحد من سفر المرضى إلى الخارج لقناة سامراء الفضائية ماجدة صير البصرة وشاهدينما الآن فانتقالتون إلى الأخبار الاقتصادية والزميل إبراهيم الهاشمي شكرا ناصر أهلا بكم نشرق اقتصادية جديدة والبداية من العناوين أسوشياتي تبريس تدهور أسعار النفط تقوض جهود إعادة الإعمار في العراق ووزارة التخطيط تحدد موعدا للتعداد السكاني المقبل أشارت وكالة أسوشياتي تبريس الأمريكية إلى أن الاقتصاد العراقي واجه تحدي كبير بعد انهيار أسعار النفط الأمر الذي يضع جهود الحكومة في أعادة الإعمار للمحافظات المتضررة على المحاك وبحسب تقرير للوكالة التي طلعت عليه قناة سامراء فإن نفط خام برينت واصل الإنخفاض في الفترة الأخيرة ليصل إلى أقل من 55 دولارا للبرمين ما يضع العراق في مأزق كبير نتيجة اعتماد 95% من مئزانية العراق على الصادرات النفطية وأضاف التقرير إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلماء سيخلف عجزا يبلغ أكثر من 22 مليار دولار أكدت اللجنة المالية النيابية وجود زيادة في نسبة العجز ومشاكل جمع في حجم الإيرادات والمناقلات والتخصيصات بموازنة 2019 وذكر عضو اللجنة أحمد الصفار أن موازنة عام 2019 قد شهدت زيادة في العجز المالي من 26 تريليون دينار إلى 27 تريليون دينار مشيرا إلى أن الحكومة لم تأخذ بحجم مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالنقاط المفترض تعديلها في مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري الأربعاء أن انتشال اقتصاد البلاد من واقعه العالي يتم بخطط استتراجيجية تخلصه من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة وتفعيل القطاع الخاصة وقال الشمري في بيان أن تفعيل دور القطاع الخاص المساهمة بالبناء في ظل وجود الكثير من شركات القطاع الخاص المحلي تنتظر الدخول بمشاريع كبرى محلية تعزز الرؤية المستقبلية لتفعيل شعار صنع في العراق والتقليل من الاعتماد على المنشأ الأجنبي والذي سيوفر ملايين الدولارات أعلنت وزارة النفط الأربعاء عن ارتفاع انتاج الغاز السائل في جنوب البلاد إلى معدل 4.18 ألف تن باليوم وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقد قناة سمراء نسخة منه أن انتاج الغاز السائل لشركة غاز البصرة في جنوب البلاد ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة حيث تجاوزت فيها معدل 4.814 ألف تن باليوم معتبرة ذلك بأنها خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من وقود الغاز السائل وصولا للاكتفاء الذاتي أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية الأربعاء تحقيق ميناء خورزبير لأعلى إيرادات مالية في تاريخه بعام 2018 وذكر بيان إعلام الموانئ أن الميناء حقق أعلى إيراد بتاريخه في عام 2018 حيث بلغ 70 مليار و 400 مليون دينار عراقي وأضاف أن التعاون الكبير مع عدارته وكل الدوائر العاملة في الميناء والاهتمام باستخدام الطرق الحديثة بالعمل والجباية الألكترونية وتحديث جميع الآليات والمعدات المستخدمة والتحسين المستمر للأعماق وتنظيف القنوات وواجهات الأرصفة من الغوارق بالإضافة إلى عقود التشغيل المشترك كانت سببا في ارتفاعها حددت وزارة التخطيط موعد التعداد السكاني المقبل مبينة أنها وجهت بتوفير جميع الإمكانات المحلية والدولية لإنجاح التعداد وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي أن موعد التعداد العام للسكان سيتم البدء به نهاية عام 2020 وأضاف الدليمي أنها وجهوا بمواشرة استعدادات الفعلية لذلك وتوفير جميع الإمكانات المحلية والدولية لإنجاح التعداد أخبار بلا أسرار اشتركوا في القناة شكراً إبراهيم أنا حميد المظهور أحيكم وأهلاً بكم وحبت المشاهدين إلى جولة رياضية جديدة بدايتها كالعادة مع أبرز العناوين المنتخب الأولمبي يلاقي شقيقيه السوري والسعودي والديان ومدرب الجوية يقول فرضت غرامات مالية على اللاعبين الغائبين وقع قوبات صارمة في حال تكرار الغياب حياكم الله من جديد أحبت المشاهدين من المؤمل هي أن يقيم المنتخب الأولمبي معسكراً تدريبياً قصيراً في العاصمة بغداد لمدة سبوع قبل خوض مبارتي سوريا يومي الخامس عشر والثامن عشر من شهر كانون الثاني الجاري في محافظة كربلاء ويسعى الملاك التدريبي بقيادة عبدالغني يشاهد إلى إقامة تدريب معن للعبين في العاصمة السعودية الرياضة استعداداً لمواجهة أصحاب الدار في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وأوقعت قرعة كئس آسيا تحت 23 عام المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران واليمن وتركمانستان يذكر أن منافسات المجموعة الثالثة ستقام مبارياتها في العاصمة الإيرانية طهران في الفترة من الثاني والعشرين حتى الثالث والعشرين من شهر آذار المقبل أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتانيتش أن هناك استحقاقات ومباريات مهمة في عام 2019 ويجب العمل والإصرار على تحقيقها وقال مصدر المطلع لسامر أن مدرب منتخبنا الوطني سلوفيني كاتانيتش قام بتهنئة اللاعبين بأعياد الميلاد بعد الحصة التدريبية وأضاف أن كاتانيتش قام بمنحهم إجازة للتمتع بسهرة عيد الميلاد لغاية الساعة الثانية عشر وقال كاتانيتش بحسب المصدر إنه تنتظرنا استحقاقات ومباريات مهمة في عام 2019 وبالعمل والإصرار سوف نحقق ما نريد أنا واثق من نجاحنا معا أكد مدرب القوات الجوية لكرة القدم باسم قاسم بأنه تم فرض غرامة مالية على أحد عشر لاعبا تخلفوا عن الحضور للوحدة التدريبية الأولى للفريق وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة التي منحت اللاعبين منذ توقف الدور العراقي الممتاز بكرة القدم وقال المدرب باسم قاسم في بيان تلقت وسامر أن الحصة التدريبية الأولى للفريق كانت بعد انتهاء فترة الإجازة التي منحت لللاعبين من أجل التحضير الاستحقاقات المقبلة والتي تنتظر الفريق لكن ما حصل اليوم من غياب لعدد كبير من اللاعبين يوثير الاستغراب والشكوك حول هذه الظاهرة الغريبة والبعيدة كل البعد عن الشعور بمسؤولية واحترام واسم وسمعة النادي واحترام ارتباطهم الرسمي والمردود المادي الذي يتقاضونه وأضاف المدرب أنه قررنا فرض عقوبة مالية قدرها 15 مليون دينار على اللاعبين الغائبين وهم كل من أمجد رحيم وحسين محسن ومصطفى محمد ومحن وكرار نبيل وابراهيم بايش ومحمد قاسم وماجد وحمادي أحمد وعماد محسن وعلي يوسف وأحمد عبد الأمير شكرا لزميلين إبراهيم على الأخبار الاقتصادية وحميد على الأخبار الرياضية أما أنا فمع العناوين لختام هذه النشرة في زيارة الرسمية الرئيس صالح يتوجه غدا إلى تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية في لقاء بينهما صالح وعبد المهدي يؤكدان على ضرورة استكمال الكابينة الحكومية نائب عن تحالف البناء يؤكد عدم التوافق إلى الآن على مرشحي الوزارات المتبقية والخارجي النيابي تكشف عن توجه لإسقاط كافة الجنسيات المكتسبة للمسؤولين إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله شكرا لطيب المتابعة شكرا لطيب المتابعة